حاولت صحيفة عكاظ الإنظار عن ضباب يعتم صورة سائق التكسي أمام النساء إذ التقت الصحيفة بعدد من النساء والفتيات اللواتي أجبرتهن الظروف لاستقلال سيارات الأجرى وتعرضهن لكثير من ممارسات الاستغلال والاستنزاف والتحرش عكاظ حاولت أيضا كشف عشوائية العاملين في هذا المجال وعرض القصص التي يشهدها مسرح سائق المشوار خلينا نبدأ معك مونة في هذا الملف وهذا التحقيق الصحفي المطول كيف قرأته؟ التحقيق منتج جراءة أغلبيته إجمالا كان سرد القصص أنا من الناس اللي أحب القصص في الكتابات الصحفية لكن التحقيق بما يحمل من كثير علامات استفهام أعتقد أنه المفروض أن نرجع لجهة مختصة أو نوجه السؤال لأكثر من جهة لها دخل بعملية اللي هو النقل العام سواء وزارة النقل أو المرور إذا مثلا المطالبات بوجود أنظمة للحد من عمليات التحرش أو المضايقات اللي بتتعرض لها النساء التحقيق كان أكثر من رائع بما يخص سرد القصص الموجودة اللي فيه إضافة إلى طريقة الكتابة برضو كان جدا ممتعة يعني هو صح مطول بس أنت تستمتع بقراءته طيب عبد الله هذا الموضوع فيه نوع من الحساسية نوعا ما لأنه يخص النساء ويكشف عن ممارسات تقع ضحيتها هؤلاء السيدات كيف وجدت القصص المعروضة في داخل هذه المادة؟ في البداية الحقيقة الموضوع جميل جدا وموضوع يجذب القارئ وفعلا زي ما تفضلت الأختمنا بموضوع القصص لكن فعلا ما كان فيه أي أرقام ما كان فيه مثلا رأي للشرطة مثلا في حالات التحرش أو الهيئة أو النقل ما كان فيه حلول وش الحلول اللي كانت موجودة وش يقترح ليس المحررة ولكن يعني متخصص في هذا الموضوع لذلك كان فيه جرأة عالية الحقيقة من القصص التي تحكى عن تطاول بعض السائقين التكسي عن معاناة البنات ولكن أنا أعتقد أنه كان تحقيق ناقص يحتاج إلى رأي مختصين يحتاج إلى رأي جهة حكومية يحتاج إلى وضع حلول أكثر من أنه فقط سرد لمجموعة من القصص في أكثر من منطقة ترجمة نانسي قنقر